موسيقى هنا في مخيمات العزة والكرامة يقطن ألاف اللاجئين الصحراويين متسلحين في هذه السحارة بالأمل فالأمل كنجوم السماء تبدو أجمل وألمع ما تكون عندما تبدو الحياة أتعسى وأشد ظلمة إن كفاحهم من أجل استحقيق الذات من جهة يكفي لملء غلوبهم شجاعة ويعطاع حياتهم معنا وقيمة وتسليمهم بالأمر الواقع من جهة أخرى دخيرة اللاغنى عنها في رحلتهم عبر الحياة فمن خلال إشواك اللجوء يحصلون على ظهر السلام والاستغرار إن من يرى عظمة الحياة ينسى مرارتها فأن تقون خير من أن لا تقون ولو أن الحياة تبدو مساة قوم اتخذوا من الفشل سلما للنجاح ومن العزيمة طريقا للنصر ومن الظلم حافزا للتحرم ومن القيد باعثا على الانطلاق إن أجمل ما يأسر الغلب على وجه الأرض بسمة بريئة مرسومة على وجه الملائكي وإن أكثر ما يدنيه دموع حارة تجري على خدود ما كان لها أن تعرف الأسهل واللصانعين العادة الواحدة المسبق بهالقه هنا هي عدم التعود باتتا واقع مريض أجبر الصغار على صنع الحاضرة من طغار وأرغم الكبار على خلق مستقبل من طين ومع ذلك لا تزال تلك البسمة بل سما لجراحا ما زالت تدمي حتى الآن أطفال خارت قواهم وكلت فقولهم عن فهم ما يدمره المستقبل فظل السؤال يراودهم هل يمكن لتلك الأحلام أن تستحقق يوما أم أنها ستبقى أحلام في الواقع أم أن عليهم رسم الواقع المرير في تلك الأحلام استفامات لم تجد نقاط النهاية بعد ويبقى بصيص الأمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر